خليونا نعرف مزيد من التفاصيل ومعلومات أكتر مع مراسلنا الزميل محمود جميل محمود مساء الخير يا محمود مساء النور يا شفكي وأهلا بيكي وبكل متابعي برنامج التاسعة في كل مكان يمكن زي ما انت قلت بالزبط جملتك العالمين بتتقلق النهاردة جدا 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 في النسخة التانية من مهرجان القاهرة للدراما الحقيقة الأجواء مبهجة وحلوة جدا وحقيقة يعني شكرا لصاحب فكرة اختيار مدينة العالمين الجديدة ان يكون فيها مهرجان القاهرة للدراما في نسخته التانية خلينا اقولك طبعا الأجواء النهاردة يمكن بدأت من الساعة 7 مساء طبعا بدأ الفنانين والمشاهير يتوافدوا على الريت كاربت ويدخلوا طبعا جوا بدأ طبعا نعمل لقاءاتنا مع الفنانين الحقيقة فيه اشادة كبيرة جدا منهم كلهم بالتنظيم وبوجود المهرجان في نسخته التانية في مدينة العالمين الجديدة الحقيقة كل الناس مبسوطة بالأجواء مبسوطة بمدينة العالمين الجديدة واللي تحقق طبعا في مدينة العالمين الجديدة من تطور معماري ورهيب جدا عايزة اقولك كمان من هنا احنا المنطقة الترفيهية اللي موجود فيها مهرجان القاهرة للدراما من اجمل المناطق اللي موجودة احنا تحديدا في النورث سكوير في المنطقة الترفيهية حوالينا طبعا الأبراج اللي موجودة في مدينة العالمين كان من شوية طبعا الفاير ووركس للفنان احمد عصام الحقيقة كانت مبهجة جدا جدا في مدينة العالمين وفي السماء مدينة العالمين الجديدة واضح يا جميلة انا عايزة اسألك بس سؤال يعني ان شايف الفنانين بيتصوروا على ريد كاربيت وطبعا نجوم التلفزيون بيتقلقوا والفنان يحيى الفخراني اكيد اول الناس اللي كانوا موجودين كرئيس للمهرجان كلمني عن انا عارفة ان فيه تكريم وفيه جائزة جمهور وجائزة نقاط موجودة في المهرجان الحقيقة احنا كلا لنا لقاء مع الفنانة الهام شهين وهي طبعا عضو لجنة التحكيم ولما تكلمنا معاها طبعا على التكريم والجواز اولا هي اشارت لنقطة مهمة جدا ان تم زيادة الجواز طبعا لستاشر جائزة بحيث هيتم تكريم كل الناس اللي اصارت في العمل الدرامي او شاركت في العمل الدرامي احنا مش ممثلين بس احنا كمان هيكون عندنا افضل تيتر وافضل موسيقى وافضل منتاج وافضل تصوير فهيكون فيه تكريم لكل الناس والحقيقة هي قالت ان هم محترين كمان من كتر الاعمال اللي متقدمة كلها حلوة فبالتالي احنا النهاردة هيكون عندنا اعلان جوائز لافضل ممثل صاعد وافضل ممثل دور اول ودور تاني وافضل طبعا مسلسل وافضل مسلسل كوميدي والحقيقة الجديد كمان ان فيه جوائز اتيح التصويت فيها للجمهور زي اختيار افضل ممثل دور اول ودور تاني واختيار افضل ممثل صاعد وافضل مسلسل كوميديان فالحقيقة هيكون فيه مشاركة كبيرة جدا للجمهور صحيح واضح انه فيه جوائز من قبل لجنة التحكيم وجوائز من الجمهور اللي تابع كل المسلسلات دي اكيد انا طبعا احنا لسه اكيد انتم بدئين بس منذ قليل بداية الفعاليات ومازال حتى اللحظة مستمر المهرجان والتوقعات بايه هل فيه توقعات يعني انت موجود في الكواليس دلوقتي او يعني قلنا كده توقعات ممكن تكون رايحة فين والله هو يعني مفيش لسه توقعات كبيرة بس يمكن لما سألنا الناس كانت الناس طبعا معجبة طبعا باداء مونازكي وطبعا جعفر العمدة ويعني دول تقريبا يعني اكتر شخصيتين يعني الناس اتكلموا عليها بالنسبة لمونازكي طبعا ومشاركة محمد رمضان وعصام السقا في جعفر العمدة فيعني كانت تقريبا من دول اغلب العمالين او اغلب الشخصيات اللي الناس كانت بتتكلم عليها النهاردة طبعا فيه هو بص الحقيقة يا محمود اللي كانت موجودة فيه رمضان الحقيقة يا محمود يعني عشان ندي الحق لكل من تعب ومن قدم كل الاعمال الحلوة اللي كانت موجودة في رمضان لانه كمان المهرجان يعني بالدراما خارج رمضان بنتمنى لهم كلهم التوفيق وكل النجوم الحقيقة بينوروا الشاشات بكل الفئات اللي انت تحدست عنها يا محمود لكن بعد الهوى كده تقول لنا انت بقيت الكواليس مشكرك شكرا جزيلا يا محمود وحنتركك تستمتع بباقي فعاليات مهرجان الدراما 60 عام على تقديم أول عمل إذاعي وتلفزيوني هنا في التلفزيون